موسيقى مرحب بكم عزيزي المشاهدين في الحلقة الاولى من برنامج جديد اسمه سين وجيم وعنوان حلقتنا الله يجلس محمد معه على العرش برنامج سين وجيم هو برنامج عبارة عن اسئلة المسلمين بيبعتوها للشيوخ وازاي الشيوخ بترد على الاسئلة وطبعا الشيوخ بتتكلم من الكتب يعني بتستشهد بالدليل والبرهان من المراجع الاسلامية فالاجابة هتكون من المراجع وفي اخر الحلقة هنشوف هل الاجابات اللي بتقدمها الشيوخ بتقنعك كمسلم وخلينا نبتدي بالسؤال الاول من موقع الاسلام سؤال وجواب ونشوف السؤال بيقول ايه قرأت للشيخ الاسلام ابن تيمية انه قفتة ان النبي يجلس مع الله على العرش وان رسول الله رأى الله بصورة شاب واستدلى بحديث كما وانه سجن بفتوى من مذاهب القضاء الاربعة لانه قفتة بازالية جنس العالم مع الله عز وجل اليس هذا كفرا؟ احنا هنقرأ اجابة السؤال الاول والسؤال التاني هنشوفه في حلقة تانية عشان وقت الحلقة يبقى السؤال الاول اللي هنشوف اجابته انه واحد بيسأل انه قرأ لشيخ الاسلام ابن تيمية انه قفتة ان النبي هيجلس مع الله على العرش خلينا نشوف الاجابة من موقع الاسلام سؤال وجهة وبتوليه الحمد لله اولا لم يقل ابن تيمية ان الله يجلس نبيه محمد على العرش انما نقل اثر مجاهد في ذلك ونقل قبول السلف له واثر مجاهد في اقعاد النبي على العرش رواه ابو بكر الخلال في السنة عن غير واحد عن محمد ابن فضيل عن اللي سعن مجاهد قال في قوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وده في سورة الاسراء 79 قال يجلسه على العرش وفي رواية قال يقعده على العرش وينظر السنة للخلال وما بعدها هنا اول حاجة عملها انه نفى ان ابن تيمية اتكلم من دماغه وانه قال ان الله يجلس محمد على العرش ولكن ابن تيمية نقل اثر مجاهد وان السلف كمان كانوا مفقين على الكلام ده واثر مجاهد ايه اقعاد النبي على العرش وذكر اسماء منهم محمد ابن فضيل عن اللي سعن مجاهد قال في قوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وده في سورة الاسراء 79 وقال يجلسه على العرش وفي رواية يقعده على العرش ونكمل مع بعض الاجابة قال الشيخ الاسلام ابن تيمية حدث العلماء المرضيون واوليائه ان محمد يجلسه ربه على العرش معه روا ذلك محمد ابن فضيل عن اللي سعن مجاهد في تفسير عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وذكر ذلك من وجوه اخرى مرفوعة وغير مرفوعة قال ابن جرير وهذا ليس مناقدا لما استفادت به الاحاديث ان المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الائمة من جميع من ينتحل الاسلام ويدعيه لا يقول ان اجلاسه على العرش منكر انما انكره بعض الجهمية والكلام طبعا ده في مجموعة الفتاوي وهنا اكد ان شيخ الاسلام ابن تيمية قال ان العلماء والاولياء حدثوا ان محمد يجلسه ربه على العرش وبعدها قال ان ابن جرير التبني وطبعا ده شيخ المفسرين بيقول ان جلوس محمد العرش مع الله مش بينفي الشفاعة باتفاق الائمة واللي بينكر ده بيكون من الجهمية والجهمية دي فرقة مكفرة لانها بتنكر صفات الله وممكن نتكلم عنها في حلقة لوحدها لانه شرح الجهمية طبعا هيكون طويل من هما يعني وخلينا نكمل باقي الاجابة ونشوف الكلام وينظر كلام ابن جرير رحمه الله طبعا ابن جرير التبري ده يعني شيخ المفسرين معروف كما ينظر كتاب السنة للخلال وكتاب العرش للزهبي ففيهما النقل عن جماعة من ائمة السلف ممن قبل هذا الأثر منهم أحمد بن حنبل وأسحاق بن رهوية وأبو عبيدة القاسم بن سلام وغيرهم أما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه فيأخذ من قوله وإنما السابت إنه عن مجاهد وغيره من السلف وكان السلف والأئمة يرونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالكبول وقد يقال أن مثل هذا لا يقال إلا توفيقا لكن لابد من الفرق بين ما سبت من ألفاظ الرسول وما سبت من كلام غيره سواء كان من المقبول أو المردود وده الكتاب ده في درق التعرض وهنا بيقول لنا المراجع ابن جرير الطبري قال الكلام ده في تفسيره وكمان كتاب السنة للخلال وكمان كتاب العرش للزهبي ففي الكتب دي نقلت عن جماعة من أئمة السلف مما قبل هذا الأثر منهم أحمد بن حنبل وأسحاق بن رهوية وأبو عبيد القاسم ابن سلام وغيرهم والثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف كان السلف الأئمة يروونه ومش بينكروه وبيتلقوا كمان بالكبول إن الله يجلس محمد على العرش وهنا أنا بسأل سويا هل الله لما يجلس إنسان معاه على العرش ده مش شرك شوفوا معايا كمان من موقع إسلام ويب في المقام المحمود قال إيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هل في هذا خصوصية للرسول فقط خلينا كمان نشوف الجواب الجواب بيقول بعد كلام كتير لأن الإجابة كتيرة بيقول إيه وقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما محمودا يحمدك فيه الخلق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى قال ابن جرير قال أكثر أهل التأويل ذلك هو المقام الذي يقومه يوم القيامة للشفاعة للناس اللي يريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم ودلوقتي يبقى باتفاق الأئمة أن محمد يجلس مع الله على العرش وكمان الله وكل الخلق اقتحمد محمد فكروا معايا وده طبعا سؤال بأسيبه آخر الحلقة أخواتنا المسلمين هل فيه شركة أكتر من كده أن الله يجلس محمد وكمان الله وكل الخلق اقتحمده وتابعوني في الحلقة الجاية من برنامج سين وجين اشتركوا في القناة